موسيقى أهلاً بكم في حلقة جديدة من قرآنية أهلاً بك يا أخي مالك أهلاً بك يا أخت فرحان الآية بتاعة سورة الأنفال 67 و 68 اللي بتكلم عن قتل الأسرة الله بيعاتب محمد على إنه مقتلش الأسرة الأسرة ليه؟ لماذا؟ فعلاً في معركة بدر السنة الثانية للهجرة سنة 624 ميلادي حدثت معركة أول معركة بين المسلمين وقريش وهي المعروفة في المصادر الإسلامية باسم معركة بدر انتصر فيها المسلمون وتمكنوا من الحصول على مجموعة من الأسرة منهم العباس على سبيل ميسيل ومنهم زوج ابنة محمد العص زينب العص نعم فإذن كان يوجد بين الأسرة وناس مهمين من عزيزين على ألبهم محمد بما فيهم محمد نفسه يعني جماعة من آل هاشم فصار في نقاش نحن ماذا يجب أن نعمل مع الأسرة فقال إتجاه أن يجب نحن أن نطلق صراح الأسرة ونأخذ الفدية مقابل زلب ووجد إتجاه آخر قال بني يجب أن نقتل الأسرة هذا الإتجاه كان من شخصيات التي أيدته عمر أبن الخطاب ثم الجناح اليسربي يعني جماعة المسلمين اليساربة قالوا نفس قول عمر نحن يجب اليساربة مثل سعد بن معاذ ومعشبه وعبد الله بن رواحة قالوا إذا نحن يجب أن نتخلص من الأسرة أن نقتل الأسرة لا يجب أن نأخذ الأسرة محمد فكر وأطلق صراح الأسرة مقابل الفدية المالية وهذا كان تصرف نتيجته أن يعادل بمصالح مادية مفيدة طبعا على المسلمين ولكن في المقابل كان الأنصار هيزعلوا نعم محدثة على نوع من الحزن من الأنصار وخيبة أمل كونهم شاركوا في معركة وتوقعوا على الأقل أن يكون محمد مخلصا لهم وأن يقتل الأسرة ولكن أن يطلق صراحهم وحتى مقابل المال هذا أمر لم يكن ليسرهم محمد إذن أراد أن يسترضيهم فأعلن لهم الآية القرآنية التي قلتها الآن في بداية الحلقة الآية 67 و 68 من صورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرة حتى يثقن في الأرض قال لهم أني فعلا لا يجب للنبي أن يكون له أسرة بل يجب أن يمعن في القتل أنتم تريدون الحياة الدنيا والله يريد الآخرة ثم يتابع في نهاية الآية تقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما خلصتم عذاب عظيم يقول أني فعلا لولا أني على عملكم هذا كان من المفترض أن يكون لكم نتيجة العذاب العظيم العمل هو أني أطلق صراحة الأسرة نتيجة عذاب العظيم وفعلا لدرجة أني يقول يعني عنا في المصدد يقول أني محمد يقول لو نزل عذاب لم يفلت منه إلا بن الخطاب والسعد بن معاذ الأصحاب الرأي بأن يقتل الأسرة طيب السؤال أني طرحت ما أسبب هذه الآية واضح أني في هذه الآية قام محمد بعملية مراجعة للذات قال بأني أطلق صراحة الأسرة أمام الأنصار قال لهم أني أبدو لم أكن على حق أني كنت على خطأ وهذا استحق لي عذاب الله ولكن الله قد غفر لنا فنحن نقر بأنه يجب لم يكن يجب أن نطلق صراحة الأسرة بهذه الآيتين تمكن محمد من إزالة الغضب أو الحزن أو الخيبة الأمل من الأنصار عندما قال لهم أني أطلق صراحة الأسرة لم يكن عملا صائبا بل كان خاطئا وكان يجب أن يحل بين العذاب يعني هو رضا الطرفين نعم رضا الطرف اللي عايز يطلق صراحة الأسرة ورضا الطرف بنزول الآية رضا الطرف اللي عايزين يقتل الأسرة شوفوا الله هو كان موافق لرأيكم نعم فأنا بشكرك جدا أخي مالك وشكرا جزيلا ونشوفكم في حلقة قادمة من قرآنيات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر